كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رعي جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي إحدى مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة كرم الفائزين بفئات الدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي من القيادات الرياضية المحلية والعربية والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم وتم اختيار سمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الشخصية الرياضية المحلية فيما تم اختيار الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الأردن وغرب آسيا لكرة القدم الشخصية الرياضية العربية وتسلم سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة وسام الفريق العربي وذلك لفوز الفريق الملكي البحريني للقدرة بلقب الفئة فيما تسلمت الشيخ شيخ الثاني وسام المؤسسة العربية الذي فازت به مؤسسة شيخ الثاني ومقرها جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر